مرحبا وتحياتي لجميع في كتابه تجديد الفكر العربي طرح المفكر والفيلسوف المصر الكبير الراحل زكي نجيب محمول سؤال مركزي وأساسي وهو كيف يمكن أن نوجد فكر عربي معاصر وفي نفس الوقت محافظ على أصالته والحل برأي محمود هو في عملية تركيب في عملية توليف ما بين النافع في التراث العربي الإسلامي وبين النافع في الفكر الغريب المعاصر ورأينا في الحلقة السابقة كيف أنه أعاد قراءة التراث القديم كقراءة نقدية إحيائية طبعا بهدف الوقوف على ما في التراث من سلبيات تعيق مسيرة التجديد والتحديث وبالتالي نقوم باستبعادها وبالمقابل للوقوف على ما في التراث من إيجابيات وعناصر مفيدة لنعيد استلهامها مثلا وأحيائها أو لنعيد استلهام وأحياء ما هو نافع منها ما هو نافع من التراث بمعنى ما يمكن أن نستفيد منه في فكرنا الراهن أو في حياتنا المعاصرة وما يمكن أن يطبق عمليا في واقع الزمن الراهن أو الحياة المعاصرة وحدد كما مر معنا أيضا جملة من العوامل السلبية التي يجب أن نعمل على إنهاء أثرها على الفكر العربي وعلى العقل العربي لأنها تشكل عوائق أمام تطور هذا العقل كمثل غياب حرية الرأي والتفكير واحتكار الحاكم والسلطة السياسية أو الدينية للرأي ولحرية الفكر أيضا كمثل تسلط الفكر القديم والسلف على العقل العربي وعلى الحاضر وعلى الأحياء وأيضا كمثل انتشار الفكر الخرافي الذي يؤمن بأمور غير عقلانية كمثل الكرامات وإمكانية تعطيل أو تغيير قوانين الطبيعة وكل هذه الأمور التي تجاوزها الزمن الراهن وبالمقابل أيضا رأينا كيف أن زكي ناجم محمود حدد مجموعة من الإيجابيات في التراث والتي تشكل عوامل مساعدة طبعا عوامل مساعدة في صياق المشروع التجديدي والتحديثي وأهمها كما مر معنا مثلا النزع العقلانية التي تظهرت بأصفى معانية في الفكر الاعتزالي وشدد على أننا سنستلهم طرق التفكير وأسليب النظر العقلانية التي ممكن أن تساعدنا في إيجاد حلول مثلا لأزماتنا ومشكلاتنا الرأينا طيب أما ماذا سنأخذ من الفكر الغربي المعاصر فهنا يحدد زكي ناجيب محمود مجموعة من الأفكار والمفاهيم التي يعجز التراث العربي عن مقاربتها وعن دراستها وعن معالجتها طبعا لأنها نتاج للزمن الحالي ولأنها مثلا تغيرت وتطورت مع الزمن وبالتالي مهما بحثنا في داخل التراث لن نجد لها أي تعريف أو أي حل يعني ممكن أن يتناسب أو أن يتطفق والحياة العصرية في وقتنا الراهن وبالتالي لابد من اللجوء إلى الفكر الغربي الحديث هنا طبعا منشأ هذا العجز للتراث إزاء هذه المسائل طبعا هو التغير الذي طرأ على الثقافة وعلى الفكر وطبعا مسألة بروز مشكلات معاصرة من واقع يعني ما استجد بفعل مرور الزمن هذه الإشكاليات والمشكلات التي لم تكن موجودة في السابق يعني كمثل مفهوم الحرية المعاصر الذي يختلف عن مفهوم الحرية السابق أو مفهوم الحرية كما كان في الزمن القديم كمثل مفاهيم استجدد كمثل مفهوم المساواة سيادة القانون مثلا تداول السلطة حرية الرأي حرية المعتقد كمثل مسألة القيم الإنسانية المعاصرة إضافة طبعا لظهور المناهج العلمية الحديثة والفكر العلمي المعاصر وكل المنهجيات في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وغيرها فكل هذه الأمور لم تكن موجودة في السابق وبالتالي مهما بحثنا في التراث فلن نجد لها أي أثر أو أي حلول قد تساعدنا أو أي حلول مناسبة ممكن أن نستفيد منها مثلا في الزمن الراهن يعني على سبيل المثال وطبعا هنا أعتذر عن صوت المطر في الخارج فمثلا مفهوم الحرية في التراث العربي الإسلامي طيب هذا المفهوم سابقا يختلف عن المفهوم المعاصر يعني ما أريد قوله هنا هو أن مفهوم الحرية في التراث العربي الإسلامي طيب يتناول فقط حصرا مسألة العبودية عبودية البشر أو العبودية الجسدية مسألة الراق مثلا في حين أن مفهوم الحرية في الفكر الحديث في الفكر المعاصر لا أصبح يشتمل على عدة مفاهيم أخرى أو عدة تجليات أخرى للحرية يعني إن فقط أخذنا مفهوم الحرية من التراث طيب كيف سنتعامل مع مفهوم حرية المرأة وهو مفهوم معاصر لن نجد ولن نجد له حلول في التراث أبدا وإنما نستطيع أن نتعامل مع مفهوم حرية المرأة من خلال طبعا استلهام هذا المفهوم من الحضارة الغربية المعاصرة حرية الأطفال مثلا أو حرية الفكر حرية الرأي حرية المعتقد حرية الإنسان على عقله على جسده إلى آخرين فكل هذه ممكن أن نجدها في الفكر الغرب الحديث وليس في التراث القديم أكضا هناك مثلا مشكلة الدخول في عصر العلم وعصر الصناعة والتكنولوجيا فهذه مسائل غير موجودة في التراث وبالتالي يجب أن نلجأ مباشرة هنا عندما نريد التعامل معها إلى الفكر العلمي الحديث الموجود في الغرب وهكذا ومن هنا يدخل زكي نجيب محمود إلى مسألة جد مهمة وهي مسألة اللغة العربية وكيف أن هذه اللغة العربية لم تتطور بمرور الزمن أو بشكل أضاق لم تطور من مفاهيمها من معانيها من ألفاظها طبعا لتواكب العصر أو لتواكب طرق التفكير الحديثة والمنهج العلمية الحديثة فمن يريد أن يتحول من فكر قديم إلى فكر حديث عليه أولا أن يطور من لغته عليه أن يطور من لغته هذه مسألة أساسية لأن اللغة التي لا يوجد فيها مقابل للمفاهيم العلمية للمصطلحات العلمية ستكون لغة عاجزة عن الخوض في هذه القضايا العلمية بشكل أو بآخر فبالتالي من يريد أن يتحول من فكر قديم إلى فكر حديث حداثي متجدد جديد عليه أن يطور من لغته بحيث يوجد معاني ودلالات جديدة لبعض الألفاظ والكلمات طبعا من أجل أن تكون ملائمة للفكر الحديث وطرق التفكير الحديثة وهذا التغيير في مجال للغة بحسب زكي نجيب محمود يجب أن يطال المضمون وليس فقط الشكل المسألة ليست فقط في الشكل وإنما أيضا هناك مشكلة في المضمون فالفاظ من مثل الحرية والفضيلة والعدالة طبعا هي بالشكل واحدة في كل الثقافات وفي كل لغات العالم كلمة حرية هي كلمة واحدة سواء بالعربية بالإنجليزية بأي لغة عندما تترجمها تشير إلى الحرية فالمسألة ليست بالشكل وإنما بالمضمون بالمضمون بمعنى أن المشكلة هي في مدلول هذه الكلمة في مضمون هذه الكلمة فهذه الألفاظ موجودة في لغتنا موجودة في تراثنا لكن بمدلولات مختلفة وباستخدامات عفع عليها الزمن كما يقال أو باستخدامات قديمة لم تعد تعطي أي منفعة مثلا أو نتيجة عملية في وقتنا الراهن أو لم تعد تقدم لنا مثلا أي إجراء فعلي ممكن أن نستفيد منه في حياتنا المعاصرة ونفس الشيء ينطبق أيضا مثلا على لفظي العلم والعمل فأيضا في التراث القديم يأخذ هذان المفهومان يعني بشكل محدود جدا أو لنقول أن العلم طيب مثلا في التراث العربي الإسلامي يشير تحديدا إلى العلم الديني هذا هو العلم النافع أو هذا هو العلم الحق أو حتى عند الفلاسفة فأغلب الفلاسفة في التراث العربي الإسلامي يعرفون العلم الحق على أنه العلم الموصل إلى الله العلم الموصل إلى الحق بمعنى العلم الموصل إلى الله في حين أن دلالة كلمة علم اليوم تختلف بشكل جذري فالمسألة كما نرى ليست في الشكل كلمة علم موجودة في العربية وفي أي لغة لكن المشكلة في المضمون في المدلول كمثل أيضا لفظ العمل أيضا في التراث العربي الإسلامي فالعمل النافع هو كل ما يقرب الإنسان من الله بينما اليوم مفهوم العلم كما قلنا يختلف في الفكر الغربي الحديث مفهوم العمل أيضا يختلف يرتبط مثلا اليوم بالوسائل العملية المنتجة هذا هو مفهوم العمل المعاصر وليس الموجود في التراث بمعنى أن العمل النافع هو ما يقرب الإنسان من الله لا العمل النافع بالمفهوم المعاصر هو ما يؤدي إلى عملية انتاجية سواء فكرية أو صناعية أو في أي مجال آخر وحتى مفهوم العلم بالمضمون اليوم يختلف فالعلم في التراث العربي الإسلامي العلم الحق هو ما يوصل إلى الحق ما يوصل إلى الله في حين أن مدلول العلم في الفكر المعاصر طبعا يرتبط بالعلم الطبيعي وبأي علم نافع يعود على الحياة الإنسانية بالنفع فمن هنا يدعو زكي نجيب محمود إلى ثورة في مجال اللغة من أجل أن تصبح اللغة العربية مواكبة للعصر الراهن من أجل أن تصبح اللغة العربية تلبي احتياجات ومفاهيم العصر الراهن والفكر الحديث طبعا لأن هناك ارتباط وثيق جدا ما بين عملية التفكير واللغة أو لأن التفكير في نهاية الأمر يرتبط طبعا باللغة ويرتبط بمسألة التجديد في طرق التفكير فإن أردت أن تجدد في طرق التفكير فأنت بالضرورة هنا تحتاج للتجديد في مجال اللغة وفي مجال استخدام اللغة في طريقة استخدام هذه اللغة وهذا أمر أكثر من ملح وأمر أكثر من ضروري إذا ما أردنا للفكر العربي أن يتقدم وأن يتطور أيضا يشير زكي نجيب محمود من ضمن نفس الصياق إلى مشكلة كبيرة تعاني منها الثقافة العربية لأن هذه الثقافة العربية هي بالتحديد أو في المقام الأول هي الثقافة اللغوية بامتياز فمجرد نظرة نظرة على التراث وسترين كيف أن اللغة كانت دائما هي موضوع الثقافة ولم تكن يوما وسيلة وهذه إشكالية كبرى اللغة العربية هي مضمون الثقافة العربية الإسلامية أو أن موضوع الثقافة العربية في الغالب الأعام هذا الموضوع يتمثل في اللغة وابتالي لم تستخدم اللغة قديما كوسيلة لا الفكر القديم يعني كما يقال غرق في قضايا التراكيب اللغوية وأسرف في بحث القضايا اللفظية والأدوات اللغوية والكلمات والمصلاحات والتعريفات ويعني أسرف بدراسة النحو والصرف والقواعد اللغوية والشعر والنثر والأدب والراجيز وغيرها فبالتالي كانت اللغة العربية بحسب محمود واقعا هي الثقافة العربية اللغة العربية هي الثقافة العربية لم تكن اللغة أداة للثقافة أو للإنتاج المعرفي لا كانت اللغة هي الثقافة هي الإنتاج المعرفي هي المعرفة في داخل الثقافة العربية الإسلامية ولذلك فأغلب التراث العربي الإسلامي مليء كما يقول محمود بالنقاشات اللغوية بالزخارف اللغوية والأدبية وبشكل أو بآخر الأمر مستمر لغاية اليوم ولذلك نحن اليوم كما يقول ننتج الكلام نحن اليوم كثقافة عربية ننتج الكلام في حين أن الغرب ينتج الفكر الحديث ينتج العلم الطبيعي ينتج التكنولوجيا والعبرة في الفكر الحديث كما يقول محمود تكمن في التكنولوجيا وليس في الكلام ليس في الكلام وإنما في التكنولوجيا وهنا يستعمل زكي نجيب محمود ذلك المصطلح الشهير الذي اشتهر عنه وهو مصطلح الكلامولوجيا مصطلح الكلامولوجيا عندما قال بأن الغرب ينتج التكنولوجيا في حين أن العرب ينتجون الكلامولوجيا لاحظوا الغرب استعمل اللغة كأداة لتطوير الفكر العلمي وأسليب البحث العلمي وبالتالي أنتج التكنولوجيا في حين أننا ما زلنا نستعمل اللغة كغاية وليس كوسيلة وهذا ما جعلنا أن ننتج الكلام لا أكثر ولا أقل أو أن فخر الانتاج العربي فخر الانتاج العربي يتمثل في الكلامولوجيا في حين أن فخر الانتاج الغربي يتمثل في التكنولوجيا طيب للخروج من هذا المعزق فيما خاصة مسألة اللغة فيرى زكي نجيب محمود وجوب العمل على تطوير اللغة بحيث لا تفقد أصالتها من جهة لكن في نفس الوقت يجب أن تتحول اللغة لتصبح أداة وليست غاية في حد ذاتها بمعنى أنه يجب أن تصبح اللغة وسيلة للتواصل للإنتاج للعمل للإبداع للإبتكار وليس مجرد وسيلة للترنم أو لاستعراض العضلات اللغوية كما يقال صحيح للأدب وللكلمة أهمية كبرى في حياة الإنسان سواء عربي أو غربي أي إنسان لكن هناك أيضا مجالات يجب النهوض بها من أجل مستقبل أفضل وهذا الأمر يتطلب في الدرجة الأولى الإنتقال من حضارة اللغة من حضارة تنتج الكلامولوجيا إلى حضارة الفعل إلى حضارة تنتج العلم والتكنولوجيا يجب التحول من ثقافة الكلمة إلى ثقافة العلم العلم بالمفهوم الحديث المؤدي إلى العمل والإنتاج وهذا يتطلب طبعا تحديث في المناهج التعليمية تحديث وإصلاح في المناهج التربوية من حيث طرق التعليم ومن حيث المفاهيم والنظرة إلى الثقافة والفكر والعلم إلى آخره طبعا من أجل الوصول في النهاية إلى عملية تأسيسية تعمل على الإصلاح الفكري والاجتماعي المنشود أيضا يطرح زكي نجيب محمود في الكتاب مسألة أن محور البحث عند أغلب المفكرين والفلاسفة في التراث العربي الإسلامي كان هذا المحور يدور حول مسألة علاقة الإنسان بالخالق وبالله وبالدين مثلا بالرسالة إلى آخرين في حين أن الفكر الحديث تخطى هذه المواضيع تجاوز هذه المواضيع لم تعود لهذه المواضيع أهمية أهمية كبرى أو أن الفكر الحديث لم يعود يعطي الأهمية لعلاقة الإنسان بالله مثلا وإنما أصبح يعطي الأهمية لعلاقة الإنسان بالطبيعة بالصناعة بالإنتاج بإبداع المفاهيم الجديدة وبعلاقة الإنسان بالإنسان الآخر وهنا يفصل كما سنرى زكي نجيب محمود بين الغيات الدينية والغيات العملية فالدين هو علاقة مباشرة بين الإنسان وربه وابتالي المجال الديني أو أن الغاية الدينية مثلا يعني الغاية الدينية تتجلى في أن يصل الإنسان لكي يفوز مثلا في الآخرة طيب الدين هو سبيل للفوز فوز الإنسان في الآخرة لكن هذا لا يعني أن نهمل الحياة لا يعني أن نهمل الدنيا لا يعني أن نعيش عالى على الآخر لا يعني أن نغرق في مستنقع التخلف والجهل وأن نهمل ما هو موجود ما هو موجود اليوم في عالم القيم وفي عالم المفاهيم وفي عالم القضايا الإنسانية المعاصرة لا ممكن أن تكون نشط في المجال الديني لكن هذا لا يعني أن تهمل الدنيا أو الحياة أو العمل أو الإنتاج لا خذ نصيبك بالدنيا وإعمل للآخرة كما تريد بهذا المعنى على العمو طبعا هناك قضايا وإشكالات وإشكاليات ومحاور عديدة في الكتاب لكن واختصارا للوقت ممكن أن نستعرض جملة من الاستنتاجات حول المشروع ككل حول مشروع زكي نجيب محمود في تجديد الفكر العربي فأولا المشروع كما مر معنا على مدى الحلقات الثلاثة يحاول تجديد الفكر العربي من خلال عصرانته ودمجه في روحية العصر الحديث طبعا لكي يصبح فكر حداثي علمي عملي لكن في نفس الوقت كما رأينا يحاول أن يبقي محمود على هوية وأصالة الفكر العربي بشكل أو بآخر وبالتالي فمشروع محمود يمدرج تحت خانة المحاولات التوفيقية ما بين الماضي والحاضر أو ما بين التراث والحداثة أو ما بين الأصالة والمعاصرة ثانيا يرى زكي نجيب محمود أن ندمج أفضل ما في التراث العربي القديم مع أبرز مفاهيم الفكر الحديث بمعنى أن هذه الثنائية كما يعتقد ستفتح أمام العقل العربي فاق واسعة وأبواب كانت مغلقة في السابق فمن جهة ستعمل على تحرير العقل العربي من بعض أغلاله وقيوده التاريخية والتي أعاقد طبعا مسيرة تطوره لكن من جهة أخرى سيبقى هذا الفكر العربي يرتكز على أرضية تراثية صلبة لكن نقية لكن نقية نقية ونافعة إن صح التعبير بمعنى أنه سيحافظ على أصالته لكنه سيصبح قادر على التعامل والتفاعل أيضا مع مقتضيات وتحديات العصر الراهن ثالثا وكما مر معنا فامحمود كما رأينا اتخذ موقفا وسطا بين الداعين إلى القطيعة الكاملة مع التراث وبين الداعين إلى العودة الكاملة للتراث وذلك عندما دعا إلى إعادة قراءة التراث كقراءة نقضية إحيائية عندما دعا إلى التنقيب في التراث وأخذ فقط ما هو نافع من التراث ما هو نافع في تعاملنا مع مشكلات وأزمات عصرنا وبالتالي استبعاد كل ما يتعارض وواقع العصر الحديث ومعطياتها الثقافية والفكرية والعلمية والاجتماعية إلى آخر رابعا دعا زكي نجيب محمود كما مر معنا إلى استلهام طرق التفكير العقلانية الموجودة في تراثنا العربي الإسلامي والتي ما زالت صالحة يعني بشكل أو بآخر صالحة للتعامل مع المشكلات المعاصرة وبالمقابل دعا إلى استبعاد كل طرق التفكير البعيدة عن روحية الفكر الحديث يعني كمثل أنه دعا إلى عدم إقحام الدين في المجالات العلمية فللدين مجاله الروحي وللعلم مجاله الطبيعي الدين كما يقول محمود الدين يعبر عن الثبات عن الإطلاق في حين أن العلم متغير ونسبي وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع ما هو متغير ونسبي لما هو ثابت ومطلق وبالتالي دعا إلى الفصل التام ما بين المجال الديني والمجال الفكري والعلمي خامسا شدد محمود على ضرورة تطوير اللغة العربية من حيث المدلولات والمعاني والمفاهيم والمضعمين لكي تصبح قادرة على التفاعل مع الفكر العلمي الحديث وشدد كما مر معنا على ضرورة التعامل مع الفكر الخرافي والأسطوري الموجود بكثرة في التراث العرب الإسلامي باعتباره مجرد تراث للتسلية وللمتعة الأدبية وبالتالي إنهاء أي تأثير له على طريقة وأسلوب التفكير أو على طرق وأساليب التفكير ومعالجة المشكلات الرهنة ومن هنا طبعا دعا إلى إحياء التيار العقلاني الذي وجد تاريخيا في التراث العربي والإسلامي سادسا دعا إلى استلهام ما هو نافع ومفيد من الحضارة الغربية ومن الفكر الغربي ودعا إلى أن نمزج بين هذا الحديث والمعاصر وبين الجوانب المضيئة في التراث العربي الإسلامي فبهذه الطريقة نستطيع أن نحقق ثنائية التراث والحداثة وبالتالي نحافظ على هويتنا وقيامنا وثقافتنا من جهة وننفتح على روحية العصر والحداثة والتطوير من جهة أخرى وبذلك وهذه هنا كلمات زكي نجيب محمود وبذلك نضيف إلى تراثنا تجربة حية جديدة وهكذا نضم المجد من أطرافه فنجمع بين الأصالة والمعاصرة في صعيد واحد وشكرا وعلا لكم ترجمة نانسي قنقر